اشتركوا في القناة الله الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله أولاً على الدعم وعلى التضامن وعلى التآذر الذي خصصوه لملكة المغربية لمواساتها في الفاجعة التي حلت ببلادنا نهاية الأسبوع فارط والتي خلفت العديد من الضحايا من قتلة وجرحة وضمر هائد فنشكر دولة المملكة العربية السعودية الشقيقة على هذه البدعة الطيبة والتي تؤكد على عمق العلاقات التاريخية الأخوية التي تشمعوا البلدين الشقيقين بقيادة جالة الملك محمد سليس نصر الله وشقيقه الأكبر طبعاً الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله والعلاقات طبعاً تمتد إلى تاريخ كبير جداً فدولة المملكة العربية السعودية كانت من أول الدول التي اعترفت باستقلال المغرب سنة 1956 باعتبارة كانت دولة قائمة الذات وكانت عضو في جميع الدول العربية وعضو في الممتحدة فكانت من أول الدول التي دافعت عن استقلال المملكة المغربية وعن وحدة أراضيها المغرب والمملكة العربية السعودية لا تجمعهم مصالح مشتركة تجمعهم مواقف تجمعهم تاريخ تجمعهم دين تجمعهم لغة تجمعهم عادات وتقاليد الاستثمارة السعودية في المغرب يمكن تأتي الآن في المرتبة الثانية أو الثالثة على التقدير لأن هناك كثير من الشركات السعودية استثمارت في المغرب لها علاقات قوية مع الشركات المغربية وأصبح المغرب من دول المستوردة للمنتجات السعودية بهذه المناسبة نقدم تهائننا الخالصة ومتمنياتنا لدولة المملكة العربية السعودية بمزيد من الأمن والأمان بمزيد من التفوء بمزيد من الازدهار بمزيد من التقدم وبالمناسبة أنا أؤكد شخصيا أنني انبهرت كثيرا بما أشاهد حاليا السعودية لقد كان لي الشرف في بداية حياتي الدبلوماسية التي تمتد لـ 35 سنة أن بداية حياتي الدبلوماسية بدأتها في هذا البلد منذ حوالي 31 سنة في سنة 1992 وعينت في هذا المركز كنحة القنصل واشتعالت فيه مدة خمس سنوات فكانت تجربة قوية جدا ورجعت بعد 26 سنة الآن فوجدت بلد قوي جدا وجدت بلد جميل جدا يعني زمان كانوا يقولون أنه جدع عروس البحر الأحمر أنا الآن أسميها لؤلؤات البحر الأحمر فكلتهني أن الحارة ودائما المتمنات لنا ودعاء لأن هذا البلد يكون يعمه الأمن والأمان وتعمه الازدهار والتقدم وللشعب السعودي بمزيد من الرقي والتقدم ترجمة نانسي قنقر